اشتركوا في القناة وترأس جانب مملكة البحرين في الاجتماع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بينما ترأس جانب المملكة الاردنية الهاشمية معالي السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل بحضور عدد من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء من الجانبين وكبار المسؤولين من الوزارات المختصة في كلا البلدين وقد ألقى وزير الخارجية كلمة رحب فيها بنعقاد الاجتماع التحضيري لاجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البحرين والأردن والذي يأتي ترجمة لسعي البلدين الشقيقين وحرصهما المستمر على توطيد العلاقة الأخوية التاريخية الوثيقة بينهما في ظل الرعاية السامية والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم وأخي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله كما ألقى السيد يوسف الشمالي كلمة أشاد فيها بطبيعة العلاقات النموذجية بين المملكتين وما تنتاز به العلاقات على مستوى القيادة من تميز منوها بنعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة البحرينية الأردنية وما تتيحه من فرص للالتفاق على جملة من المشاريع لتطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وقال إن البلدين يتفقان دائما في مواقفهما في جملة من القضايا وأضاف أن الأردن يثمن دائما موقف مملكة البحرين للرعاية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل أرض فلسطين وقد استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وما تم التواصل إليه من توصيات من اللجان الفرعية في مجال تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وقررت رفعها إلى اللجنة العليا المشتركة لاعتمادها ترجمة نانسي قنقر